موسيقى موسيقى السلام عليكم بين المشهد السياسي والعسكري تعيش اللحظة اليمنية الراهنة بين هذه الثنائية التي تلوخ في أفق الأزمة اليمنية والتي جاءت كحصيلة لانقلاب عسكري على العملية السياسية ومخرجات الحوار تحركات سياسية مرتقبة لولد الشيخ الذي من المتوقع أن يصل الرياض ضمن جولته بهدف استئناف مشاورات السلام سيلتقي المبعوث الرئيس هادي لبحث هدنة إنسانية وعودة الأطراف إلى جولة مشاورات جديدة بحسب مصادر سياسية بينما عاد إلى الواجهة الحديث عن مشروع حل سياسي سيعرض على الأطراف في غضون الأيام القليلة المقبلة ويتضمن توقيع الاتفاق في الكويت وهي صيغة حل دولي يقضي بانسحاب الميليشيا من العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وإب والبيضاء كمرحلة أولى يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم السلاح بينما تتمسك الحكومة الشرعية كالمعتاد بالمرجعيات الوطنية وقرارات مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة المشهد العسكري أيضا يتصدر الواجهة في المشهد العام الذي تحضر التحركات السياسية على الهامش مقارنة بالمتغيرات العسكرية التي تتضاعف وطيرتها خصوصا في مأرب والجوف من صرواح إلى مديرية الغيل في الجوف التي استعد فيها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية مديرية الغيل معقلة ميليشيا الحوثي في المحافظة منذ سنوات وإحدى البؤاري الحوثية التي سهلت اشتياح المحافظة وإسقاطها بيد تحالف الانقلاب كما يقول متابعون عسكريون مشاهدين الكرام عن تحركات السياسية الولد الشيخ والمشهد العسكري بعد تحرير غيل الجوف ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة والتي سيكون ضيفي فيها الأستاذ سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفين اليمنيين فأهلا وسهلا بكم وبه مساء الخير أستاذ سعيد أهلا بك معنا أستاذ سعيد بدأنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبيد النقاش مشاهدين الكرام تقرير قصير ونعود لكم بين الجوالات المرتقبة للمبعث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى الرياض ومسقط وجوالات المقاومة على الأرض في تاعز والجوف وتحديدا في مركز مديرية الغيل تبدو سيناريوهات المشهد السياسي والعسكري في اليمن تمضي بسياقات متباينة فالخطة الثابتة في التقدم الميداني على الأرض تبدو هي الحاضرة الأبرزة في متابعة اليمنيين واهتمامهم خصوصا بعد سيطرة الجيش الوطني والمقاومة على منطقة الغيل التي تعد معقلا حيويا لميليشيات الحوثي منذ مدة غير يسيرة ما تقوله الوقائع على الأرض كما يبدو أكثر جدية مما تقوله تحركات ولد الشيخ والمجتمع الدولي بشأن الملف اليمني الحديث عن حلول سياسية مع انقلاب لطبيعة عسكرية حديث لا يتوقف وتحرك أكثر كلما بدأت الحلول العسكرية تلح في الأفق حيث يتجه إلى الرياض المبعوث الأمم إلى اليمن ولد الشيخ للقاء الرئيس هادي وفي حقيبته ملف المشاورات السياسية ووقف الأعمال القتالية كما تقول تصريحات متحدثه الخاص أبرز أجندات الزيارة التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة 72 ساعة بناء على مقترح أمريكي فيما تذهب مصادر إلى أن المبعوث الأممي سيقدم مبادرة مبنية على المشاورات السابقة وتتضمن مشروع حل سياسي سيتم عرضه على الرئيس هادي والطرف الإنقلابي المصادر ذاتها أكدت أن صيغة المشروع تقضي بانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومحافظات تحز وإب والبيضاء كمرحلة أولى يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد الحديث عن الجوالات الأممية والحلول السياسية ليس بجديد على الحالة اليمنية التي شهدت مراوغات كثيرة أقلها غياب الجدية من المجتمع الدولي لتطبيق القرارات الأممية بينما يقول مراقبون أن السعادة الدولة لن يكون إلا بذات الطريقة التي تم اختطافها والإنقلاب عليها مشاهدين الكرام أراحب مرة أخرى بالأستاذ سعيد ثابت مساء الخير أستاذ سعيد مرة أخرى وبداية هناك تحركات سياسية وأيضا تطورات عسكرية نبدأ بالحديث عن التحركات السياسية من الذي يعني تحركات ولد الشيخ وعودته أو زيرة المتوقعة للرياض للقاء الرئيسة إبرايك يعني هذا الأمر الطبيعي في ظل الأزمة اليمنية كما تعلمين أن وقفت المشاورات أو المباحثات في الكويت قبل العيد بفترة وكان على أساس أن يتم التوقيع على الاتفاق لكن يبدو أن الحوثيين صدموا ولد الشيخ ورفضوا التوقيع رغم أن الحكومة بادرت بالتوقيع الآن يعاد الأمر بعد ما ظهر وزير الخارجية الأمريكي ويتحدث عن حل سياسي آخر رغم أن المفارقة أن هناك قرار دولي والرعاة الدوليون هم أكثر الناس ينبغي أن يكونوا حريصين على تطبيق قراراتهم لكن هناك أطراف ربما دولية ترغب أن لا يمر الاتفاق أو الصيغة بإنهاء وجود الانقلاب إبقاء الانقلاب كعنصر ابتزازي للمرحلة القادمة من هي هذه الأمريكية؟ حقيقة نريد أن نذكر بالتحديد المواقف الدولية المعلنة كلها مع الشرعية لكن الإدارة الأمريكية وخاصة موقف وزير الخارجية كان جون كيري كان مشروعه الذي قدمه مشروع خطير يعني عندما يتحدث عن تسليم أشبه بتسليم اليمن للانقلابين بطريقة مغلفة بدلا من أن يشدد على تطبيق القرار 2016 والمرجعية الأخرى التي توافق عليها المجتمع الدولي كان هناك نوع من المجاملات إذا جاز التعبير لكن حتى الآن بالمجمل يبدو أن المجتمع الدولي لا زال يقف إلى الجانب الشرعية ولا زال يشدد على المرجعيات الرهان هو الآن على الجانب الآخر جانب الحوثيين وصالح هؤلاء ليسوا قوة يعتدوا بهم بالتعاطي مع السلام يعني ليسوا هم مستعدين لعملية سلمية هم مشروع عسكري قناعي نعم ليسوا مشروع دولة وبالتالي هم مشروع يريد حصة من الكعكة وليس السلام وبالتالي أي حصة في الكعكة إذا جازها التعبير معناه يبقى الصراع قائما لذلك نلحظ أن هناك تصاعد طرح العملية السلمية عندما تتصاعد التطورات الميدانية لصالح الشرعية وكأن يراد أن يبقى الطرف الانقلابي فاعلا في المرحلة القادمة وربما هذه ضمن ترتيبات في المنطقة ومن بينها اليمن يعني نتوقع إذا أستاذ سعيد أن الجديد الذي سيأتي به ولد الشيخ هو محاولة إقناع هذه وطرف المشاورات بهذه الحلول التي تتحدث عنها أو التي لوح بها كيري شوفي هو إذا أقنع بماذا أقنع هو المشروع وقع عليه الجانب الحكومي في الكويت تم التوقيع رسميا كما نتذكر تماما والآن مطلوب من الرجل أن يقنع الطرف الآخر يوقعه بس يعني ليس أكثر من هذا الأمر الأمر ليس بالصعوبة لكن أن يذهب ولد الشيخ إلى الرياض بماذا سيطرح مع الرئيس هادي الرئيس هادي قدم كل التنازل كما بدأ حتى القوى الوطنية وحتى القوى الحية تشعر بغبن أن الرئيس هادي تنازل كثيرا تجاه المطالب الشعبية في إعادة كل إمكانات الدولة إلى الحاضنة الشعبية كان يراعي هذا البعد يراعي بعد الموازين القوى في العالم ووقع الاتفاق في الكويت على أساس أن الحوثيين وجماعة صالح سيوقعون كما أعطوا وعود لولد الشيخ أحمد ولد الشيخ أحمد صارح العالم أنه الذي لا يلتزم كثيرا هم الطرف الآخر الآن إذا ذهب إلى الرياض أنا أعتقد أن توقعاتي أن الرئيس هادي والجانب الحكومي سيؤكدون على موقف من المعروف أنه تم التوقيع ويوقع على الاتفاق ويؤكدون مراراً بتمسكهم بالمرجعيات وبالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الكويت أعتقد أنه اليوم الحادث أو العملية العسكرية هي من باب أيضاً قد تجعل الانقلابين يعيدوا التفكير في التعاطي مع العملية السلمية هل نتوقع أن يكون الحديث عن الهدنة بحسب مقترح كيري وأيضاً والخارطة التي تم الحديث عنها أم أن هناك تحركات أممية صرفة بروتوكلات لا تعتني بالتفاصيل بالنسبة للهدنة جربت أكثر من مرة في اليمن الهدنة لا يمكن أن تنجح لأن هناك طرف ليس مصلحته أن تستقر الحوال علي عبد الله صالح يدرك ييداً أن أي تسوية حقيقية سيخرج من المجهد تماماً بل حتى ولو الآن الحصانة صارت في حكم العدم هو يدرك أن القوة الحقيقية الآن الفاعلة بالنسبة لتحالفه المعلنة هم الحوثيين جماعة صالح الآن تتلاشى في إطار جماعة الحوثيين وبالتالي هو أكثر شخص يمكن لا يقبل بعملية سلمية الحوثيين يرغبون أن يكون لهم موطئ قدم كمخلب إيراني في المنطقة وهذا أيضاً يزعج الطرف الشرعية لأن اليمن لن تقبل أعتقد بوجود إيراني لمهددات داخلية أولاً ومهددات الأمن القوم العربي واليمن معروف أنها موقعة الاستراتيجي والجغرافية السيسية الموجودة فيها اليمن تحتم عليها أن تكون مسؤوليتها كبيرة من ناحية قومية لذلك الهدنة جربت 72 ساعة ما الذي ستحدث خلال 72 ساعة حقيقة أنا أستبعد أن يلتزم الأطراف نعم من على الأرض لا يلتزمون بهذا الهدنة ولا يلتزمون بهذا الهدنة ولا يلتزمون في تعز في مناطق الصراع الحقيقية لا يعيشون هذه الهدنة ما يحدث ربما يتوقف طائرات التحارف التي حتى حالياً يستغرب ما الذي تقصفه في هذه المرحلة لكن أستاذ ساعد هناك تحركات سياسية بين الظهور والغياب يقرؤها بعضهم بأنها تأتي مزامنة مع أي تقدم عسكري تقوم به المقاومة فجأة نجد أن هناك حلول العسكرية وأن هناك ساعدات حديث عن المشاولات هل الأمر مرتبط؟ أكيد هناك رغبة يعني من خلال تتبعنا لمسار الصراع هناك علاقة بين كل ما حققت الشرعية تقدماً في الميدان العسكري تبدأ الورقة السياسية تتحرك من المجتمع الدولي وكأن المجتمع الدولي يريد أن يقول أن هناك ترتيبات في المنطقة كلها في المنطقة العربية بما فيها اليمن وبالتالي يجب أن لا تخرج عن النص أو عن سكريبت المرسوم لها وبالتالي لا يراد لصنعاء مثلاً وهذا صرح فيه قادة عسكريون يمنيون أن صنعاء لا يجوز الدخول لها في خط أحمر عليها المجتمع الدولي عندما سقطت صنعاء يوم ما سقطت في 2014 سقطت برضى معروف من أطراف متعددة وكان فيها نوع من التسليلات وكان في نوع من التغاضي حتى من الولايات المتحدة ومن مجلس الأمن من المتحدة وغيرها أنا أذكر شخصياً عندما سقطت صنعاء ذهبت قابل أجريت لقاء مع ولد الشيخ في فندق موفمبيك وظلينا ساعتين في الطريق حتى أصل إليه ولد الشيخ أو بن عمر عفواً بن عمر صار بن عمر نعم أنا آسف فأذكر في نفس يوم السقوط بالمساء وسألته وقلته تعرف أننا جئت لك لساعتين حتى أساس أوصل بسبب الميليشيات واليوم سقطت صنعاء ما الذي أنتم عاملين كأن الأمر كان لا يعنيه المسألة عادية جداً وكأن هناك رغبة أن يتم ترتيب المنطقة ولذلك المأمن الوحيد ليمن هو موضوع أن يلتزم الناس بما خرج عنه مؤتمر الحوار الوطني هذا سفينة النجاح الآن غير ذلك تفتيت وتفكيك لا يحلم أحد أنه يستطيع أن يحكم بخارج إطار سياق مؤتمر الحوار الوطني غير ذلك والدمار الدولة الاتحادية الدولة الاتحادية وتوزيع الثروة للسلطة ما في خيار لأن الترتيبات في المنطقة واضح أن يعاد تشكيل الخريطة في المنطقة فنحن بين خيارين إما الدمار الشامل معنى الكنتونات الصغيرة جدا وإما أن نحافظ على الكيان الوطني اليمني في إطار اتحادي وليس وحدة اندماء وفي وحدة اتحادية مركبة تحافظ على الهوية الوطنية اليمنية وفي نفس الوقت تتم التفاهمات فيما بين المكونات لكن أستاذ أليست هذه المرحلة أيضا هي استباقية قبل أن يسلموا الأسلحة الانتحاب من المدن هذه الأشياء التي هي ربما أساسيات للوصول إلى هذه المرحلة من الحديث عن شكل الدولة هذا صحيح موضوع التسليم السلاح وغيرها هو لا بد أن تتشكل حقيقة مكونات الدولة الدولة انهارت تماما اكتشفنا بعد 40 سنة أن الجيش 3 أو 4 هو جيش عائلي للأسف وتحول إلى أداة بيد الميليشيا وميليشيا خارجة من الكهوف وانهار كل شيء كأننا نحلم أننا نكون دولة الآن حديقة في المرحلة الأخيرة خلال سنة تتشكل بداية نواة دولة شرعية بصعوبة جدا لكنها بقدر الصلاة تتشكل تسليم الآن تسليم السلاح من قبل ميليشيا ليس لها خيار غير أن تسلمها لجيش الوطني وللشرعية المعترب بها دوليا بقيادة الرئيس هادي وبحكومة بندغر غير ذلك لا خيار موضوع الطرف الثالث هو ملتبس وكأننا هو التفاف لقرار مجلسي ولذلك تحديد تحديد مستقبل اليمن واضح أننا نتجه بين شيئين إما أن تنهار أن ننطلق من كانتونات جديدة وكيانات صغيرة جدا أو دولة يمنية اتحادية كبيرة غير بسيطة وإنما مركبة وهذا هو الخيار إذا كان القوة الحية سواء في الجانب الشرعي أو حتى في الجانب الانقلابي هناك قوة يمكن تشعر بمسؤوليتها يمكن أن تشكل سابقة أمام العالم اليوم سوريا تتفكك بشكل كبير العراق تتفكك ليبيا تتفكك اليمن يراد لها ذلك لكن الرهان هو على العقلاء من الطرف الآخر أما الجانب الشرعية هم قد تجاوزوا العقل إلى ما بعد العقل يعني فيه نوع من التنازل الكبير لحفاظا على الهوية الوطنية التي تسمى اليمن إذن نعود للحدثان هذه النقطة سيد سعيد ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عرف أبو حاتم من الرياض مساء الخير أستاذ عارف ألو السلام عليكم وعليك السلام أستاذ عارف بداية لو حدثتنا عن الزيارة المرتقبة لولد الشيخ برأيك ما الجديد الذي ستحملوا هذه الزيارة والد الشيخ السياسي العفق السعودية الرياض للقاء الرئيس هذه يحملوا ملك من شقين الشيخ الأول يتعلق بالقانب السياسي وإستهناف عمليات المفاوضات الشرعية والإنطلابيين لكنه في هذا القانب لديه رؤية تسطل مع الأمريكيين والشيخ الأكثر من الملاسي هو عسكري أمني يتعلق بهدنة لـ 72 ساعة ووقف العمليات القتالية لأن كلا البلدين متكاملين ولا يمكن فصل طرف ملف عن آخر الشيء الذي أحدثكم عنه وهو مسألة الخلافة الدقيقة الموجود ما بين الرؤية الأمريكية التي قدمها جون كيري والرؤية والد الشيخ والد الشيخ يقول أن رؤيته تنسجل تنامى مع روح القرارة 2012 تتحدث عن عملية وقف اطلاق النار تشكيل حكومة الدولة الوطنية لعاصة وقف اطلاق النار والانسحاب من المحافظة وتسليم السلاحة التقليل المتوسط إلى الدولة الإيمانية وعلى الأقل في المرحلة الألف التي هي صنعة وما حولها وتعزو الحديدة وإضافة إلى ذلك عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى المحافظات رؤية بن كيري نتحدث عن وقت 72 ساعة للقتل والذهب نحو التشكيل حكومة الأمريكيين كثيرين نحرص على أن يحتفظ الحوثي بكامل سلاح الدولة وعلى تشكيل دولة ذات كيان هذين تكون لدينا دولة خالية من السلاح ويوجد فيها أحزاب ومنظمات لماذا تحرص أمريكا على ذلك أستاذ أعرف هذا مشروعهم معروفة لإجابات سواء البديهية لأوثيينهم مشروع الولايات المتحدة الأمريكية لتسجيل السعودي على جسد الجزيرة العربية هذه حرب الألف سنة التي نقلها في هذه اللحظة لا ندري هل حصل لتعاسد في هذا الجيل أننا نشهد عمليات سايت بيكو جريدة وسايت تقسيم الجزيرة العربية هنا توقف لجسد السعودي ولاحظنا أمنية الاتزاز الهائل التي تعرضت لها دول الخليج وفي مقدمتها السعودية لاحظنا إبتداء من الحملات الإعلامية التي تشنها أطباب الحدود وهي أمر رسول ومنظمات الدولية والإعلام الدولي والإعلام الغربي إلى وصولا إلى قانون جاستا هذا القانون الاتزازي الذي جاء أيضا لتركيع السعودية لأنها ترفض عملية تهديد الأمن الإقليمي للجزيرة العربية ولدول الخليج أعتقد أن دول الخليج حاليا في صحوة ويقضة كامة أستاذ عارف إذا سمحت يعني أعزيهم بحادثة الشنعاء التي أرتكبتها الميليشيات الحوتية وقطفت سفينة مساعدة ميليشيات الإماراتية بدعوة أنها سفينة هربية نعم أستاذ عارف يعني لو تحدثنا عن يعني ما قيمة هذه الخطة التي سأتي بها ولد الشيخ إذا كان الخطة الأولى الأممية أو يعني الحل الأممي السابق والذي وقعت عليه طرف الحكومة ولم يتوقع عليه الميليشيات يعني حتى مقترح كيري يعني كان هناك الكثير من يعني تابعنا آراءهم وكانوا رافضين تماما الحل وقالوا أنه بنفس حل الأمم المتحدة ولكن بروح أخرى إذا ما قيمة هذه الحلول التي يوافق عليها طرف واحد هم رفضوا رؤية جون كيري يعني أمحمد عبدالسلام أبدو إعراضا عليها حتى لا يقعوا بهذا الفق ويقعوا للمجتمع الدولي نعم نحن الموافقين ورؤية أمريكا هي رؤيتنا وأمريكا تبنى مشروعنا لا أردوا أن يطهروا أمكسهم من هذه التهمة وبعدوا برطرها وإلا هذه الرؤية التي قديمها كيري تحتفظ لهم بكامل سلاح الدولة إذا ما تم تطبيقها سيكون لدينا كما قلت سابقا بدئنا أحزاب ومربمات وهيئات كلها خاليا من السلاح ولدئنا دولة بلا شرف بلا سلاح ويقول لدينا ميليشيات تحتكر كامل السلاح بما فيه السلاح سيكون أسوأ من حالة حزب الله في لبنان حزب الله يمتلك سلاح والدولة اللبنانية يمتلك سلاح لكن ما ثريدا قد exploطتنا ميليشيات جاء من تحترق كامل سلحة الدولة اليمنية ومعتقدون أن بناء الدول في ضرورة ميليشيات المسلحة لم يتم عبر كل التاريخ إنما يتم حالة حالة من احتراب الداخلي وحالة من القتال وهم يستعون لأن تكون اليمن عبارة عن معسكة تسليم لأكثر لتهديد أمن وتكيانات الجزيرة العربية بالكامل نعم إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عارف أبو حاتم المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض عود لك أستاذ سعيد يعني ربما ما يدور هو نفس الذي تحدثنا به عن زيارة ولد الشيخ ولكن أستاذ المتابع المرجعية للأحدث في المنسي سيلاحظ أن الدولة تم اختطافها لانقلاب عليها أيضا بعملية مسلحة وربما برضا دولي كما تفضلت كيف يمكن استعادة الدولة إذن بحل سياسي مع ميليشيا مسلحة مع طرف انقلابي حتى ليست أطرف سياسية ولم تتحول إلى أطرف سياسية وربما لن تتحول يعني أنا دعيني بس أوضح أنه لماذا كيري يريد أن يعطي للحوتيين واضح أن هناك توجه حقيقي من خلال معطيات وليست مجرد تحليل عادة تشكيل الخريطة السياسية في اليمن وفي المنطقة العربية المنطقة العربية نحن جزء من المنطقة العربية هذا التشكيل الذي تشكل فيه قبل مئة عام من خلال اتفاقيات أفرزتها الحرب العالمية الأولى هذا الميزان القوى انهار الآن في قوى جديدة ناهضة يعاد تشكيل الخريطة وفقا لموازين القوى الجديدة ما يجري الآن في منطقتنا العربية أنه أول رسم للمعمار السياسي للكيانات السياسية في المنطقة العربية تبدأ في القاعدة القاعدة الجغرافية للمنطقة العربية قاعدة الجغرافية للمنطقة العربية هي اليمن وعمان الجزيرة العربية عادة في القرن الماضي تشكلت الدولة الوطنية في المنطقة في اليمن بدأت في عام 1918 بعد الحرب العالمية مباشرة عبر الأئمة وكان الأئمة أحد أدوات القوى الاستعمارية لترتيب المنطقة اليوم يرآت ترتيبها ثم بدأت سايكس بكل هي الشام والعراق بعد ذلك بأربع سنوات يعني بعد اتفاق دعان في 1911 بالعثمانين ثم دخل العثمانين بعد الإماميين دخلوا صنعاء تم ترتيب المنطقة في مشرق المنطقة وهي العراق وشمالها وهي الشام ثم غربها وهي مصر وشمال إفريقيا هذا الرسم تكون ما أن جاء العقد الثالث من القرن العشرين حتى بدأت تتشكل الدولة الوطنية لتسمى دولة التجزئة بالشكل الحالي ثم رسمت المنطقة بهذا الشكل الآن هذا اكسباير صار يعني صارت هذه منتهية القوى الاستعمارية القائمة التي قديمة هي قائمة الآن في الأمم المتحدة وهي إحد إفرازات الأمم المتحدة إفرازات الحرب العالمية الثانية بعد إفرازات العصبة المومن التي كانت في الحرب الأولى تريد ترسيم أو ترتب المنطقة وهذا ما يجري داعش اليوم أحد أدوات قوى الاستعمار لتقسيم المنطقة وترتيبها وبدأوا من الشام والعراق وهي المربوطة تاريخيا بسايكس بيكو بدأت في هذه المنطقة وأول تدشين لها أنها فتحت الحدود الرملية ما بين العراق والسورية في 2013 وهذا شهير وموثق في تاريخنا الحديث القريب لذلك في اليمن يراد أن يرتب الجغرافية اليمنية الذي يبنى عليها المعمار الجديد للقرن الجديد المئة السنة القادمة تبدأ بها في اليمن ولذلك لاحظي هناك إدراك عن صانع القرار الخليجي وخاصة في المملكة خطورة المسألة هذه ويدركون ذلك أن الدولة السعودية الثالثة بدأت في الثلاثينيات من القرن الماضي بينما الدولة اليمنية بدأت في العقد الثاني من القرن الماضي 1918 ولذلك ما يحدث الآن هو مترابط المخيف أن الوعي السياسي عند صانع القرار سواء اليمني أو غيره إذا لم يدرك هذه المسألة سيقع أو سيكرر نفس الخطيئة التاريخية الوقعنا عليها في القرن الماضي ما الذي بيده أستاذ سعيد الرهان على الشعوب لو تحدثنا عن القوة لم يعد التعويل عليها كبيرا هي تتبع الآخر هي تنتظر ما الذي سيقدمه لها الآخر هي أيضا تراعي المجتمع الدولي بشكل أو بآخر صحيح بس آسيا لاحظي أن الشعوب هي الرهان عليها أجمل ما في هذه المرحلة أنها مرحلة الشعوب حقيقة حتى ولو نحن محبطين إلى حد الماء لكن هذه مرحلة الشعوب يوم ما جرت تقسيم في القرن الماضي كانت شعوب مغيبة تماما ولا تعرفوا شيئا اليوم الشعوب حية وحاضرة حتى القوى السياسية بغضا عن فسادها وعن ظلمها أو عن ضلالها إذا جالز التعبير لكنها صارت مؤثرة إلى حد ما اليوم في قوى إقليمية حتى فاعلة في المنطقة مثل تركيا ومثل بملكة ومثل الدول الخليم حتى ولو كانت ليست قوية بشكل عام لكن ليس كما جرى في القرن الماضي القرن الماضي كانت كل القوى الحية إما تحت الاستعمار أو في حالة احتضار لكن اليوم نحن في حالة ازدهار وإن كان بطيا كل العتمة الذي نراها مستيقنين أن بعدها نور إن شاء الله وهي نور الشهر إذن نسمح لنا أستاذ سعيد يعني بهذا النور أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليك ولساعدة المشاهدين أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام جديد رحي بيبك أستاذ سعيد أستاذ سعيد قبل الفاصل كنت تتحدث عن أن الأمل والارتهان هو للشعوب وهناك اختلاف كبير بين القرن الماضي وهذا القرن ولكن ألا تخذل أيضا الشعوب من قيادة ألا تحتاج هذه الشعوب إلى قائد يستوعب المرحلة أيضا لأن المسألة ستصبح أشوائية بهذا الشعوب صحيح لكن هذا القائد لا يؤتي من السماء هكذا ينزل لهذا القائد يعترك في وسط الشعب ويظهر من الشعب ويظهره نحن حقيقة مع شدة الردة اللي وقعت بعد ثورة الشباب ثورة الربيع العربي حدث نوع من الانتكاسة هذه الانتكاسة ليست دائمة هي حالة حالة وليست ظاهرة حالة فرضتها بعض الموازين في المنطقة وظروف معينة لكن كما يقال الناس حققوا لحظة سجلوا عصر لم يحدث منذ مئة سنة أن خرجت جماهير تريد أن تقرر مصيرها بنفسها الشعوب العربية لم تحدث لها في الفترات الماضية كانت تنتفض انتفاضة مسلحة بمعنى كانوا يخرجوا لكي يتحرروا من الاستعمار بحركة التحرر الوطني هذه المرة حركة التحرر شعبية ضد الاستبداد أكثر مما هو ضد الاستعمار الاستعمار جاء متقاطعاً مع الاستبداد والفساد لينقذ الحالة العامة إنقاذ الحالة العامة اليجري الآن هو نوع من إعادة تموضع المنطقة العربية وفق على السكة التي رسمت في الماضي بشكل تشكيلي يعني بشكل تعديلات واضح أن الأمر ليس بهذه البساطة وليس المسألة أن القائد يظهر أيضاً بإرادة شعبية وبقرار أو بسك إنما هي مرحلة عندما نقرأ انتفاضات الشعوب وتطورها المنطقة العربية عمرها قصير الشعوب العربية في انتفاضاتها وصناعة الأحداث إذا قررناها بالشعوب الأوروبية والشعوب الأخرى حتى أوروبا الشرقية نحن تجربتنا بسيطة لكن الما يحدث الآن هي عملية مراكمة تجارب ومرحلة بناء معرفي وإعادة تشكيل قوة جديدة وتحالفات جديدة على غير ما تعد الناس في بداية القرن الأسس الإيدولوجيات والكلام هذا اليوم هناك مطالب وهناك أهم مطلب بناء الدولة الوطنية أو الدولة العربية أو سميها ما تشاي في منطقتنا وفق العدالة والحرية والرفاة والمساواة هذه ما كانت حاضرة كانت هناك شعارات كبيرة الوحدة والاشتراكية والكلام الكبير هذا اليوم في حاجات محددة تحددت وفق ثورة الشباب الذي وقعت في 2011 والعقد الثاني من القرن الحالي الذي سيرسم قلنا هذا يحتاج إلى نهاية العقد سيحدث خضات أو ارتدادات الثورة الشبابية كل ما يجري الآن هي ارتدادات الثورة الشبابية لكن لا بد أن تقف الأمة على السكة الصحيحة ربما عشر سنوات هل ستستطيع أن تفرض إرادتها أستاذ سعيد خاصة في ظل تكالب مجتمع دولي راسم للخطة ربما ليس من الآن هو يخطط لها منذ سنوات قديمة ربما نحن لابن استوعب هذه المخططات لم يستوعبها الشباب لم يستوعبها من هم في مقاليد الحكم فبالتالي هل ستنجح هذه الخطوات أو هذه الانتفاضات الشعبية يعني هذا يتوقف على موازين القوى الموجودة الآن حاليا في المجتمع الدولي النظام الدولي القائم هو نظام يتحلل الآن واضح أن هناك انحلال في تركيبة النظام الدولي القائم اليوم هناك قوى ناهضة قوى خافتة دوليا حتى الولايات المتحدة وعلاقتها داخل الاتحاد الأوروبي وعلاقة الاتحاد الأوروبي فيما بينه وعلاقة هذا مع الكتلة الصينية وبنوب سرق آسيا وكل هذه تشكل وفق أيضا قوى الإقليميات إيران وتركيا وغير هذه هي التي تحدد بصائرها المنطقة العربية الشعوب العربية والقوىها الحية رهانها على نفسها أولا ورهانها على قدرتها على نسج تحالف أممي جديد يعيد التوازن في صناعة الجغرافية السياسية للمنطقة بشكل جديد المنطقة العربية لا تستطيع أن تصنع مستقبلها لوحدها أو بنفسها هي ستكون العالم سيكون شريك معها لا أحد حتى أمريكا عندما قامت كيانها السياسي في الولايات المتحدة لم تشكلها كأمة أمريكية خالصة كان مرسوم معها مع الأوروبيين وعلاقات واتفاقيات دولية ورسمت وتشكلت الولايات المتحدة وتدرجت الولايات هذه المتعددة من 20 إلى 40 إلى 50 وتحققت الوحدة التدريج لا يمكن أي كيان سياسي يتشكل ذاتيا هو محكوم بالمحيط العام نحن في المنطقة العربية القوى الحية أتكلم عن قوى الحية الشعبية والسياسية إذا أنجزت مشروعا وطنيا وقوميا كبيرا وستراتيجيا في تحالف أممي مع قوى ناهضة في المنطقة في المجتمع الدولي يمكن أن يقوم عملية توازن مع القوى القديمة الاستعمارية القديمة لكن لا يمكن أن ننجز مشروعنا الوطني والقومي إلا وفق هذه المعادلة نعم تقصد بالقوى الحية هي قوى الثورة والتغيير؟ نعم إذن أستاذ سعيد نحن نتحدث عن حلول سياسية ولكن ما يجري على الأرض ربما مختلف تماما عن ما يحدث في أروقات المشاورات هناك تقدم واضح للمقاومة مسنودة بالجيش الوطني أيضا في ظل هذا التقدم أستاذ سعيد وفي ظل رفع الميليشيا للحلول السياسية هل يمكن أن تفرض الأمور من المشهد العسكري من الأرض؟ بالتأكيد أنا دائما نقول أن العسكريين يجب أن لا يلتفتوا للسياسيين في هذه المرحلة يمضوا في طريقهم يحققوا أهدافهم الاستراتيجية ربما هذا ما نلاحظه في ميليشيا الحوثي في المشاورات هي تستمر بالضبط هي تشتغل ولا تلتفت للجانب السياسية عكس الجانب للأسف الشديد القوى الشرعية يجب أن لا تلتفت لهذه المشاورات وغيره أنا قناعتي خاصة بعد أن بقوا يعني ربما هم قاموا ما عليهم بزيادة هذا اليوم كان إنجاز عظيم يجب أن يستمر موضوع الغير وموضوع أنهم يستكملوا تحرير النهم مهم جدا لتأمين ظهرهم باتجاه الصمعاء مسألة المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي هذه حقيقة في العالم كله في كل مسارات الصراعية في منطقتنا لا يحترم المجتمع إلا القوي إذا اثبتت وجودك كجانب أسكريينجا ويتعامل معك الشرعية نتذكر سعيد عن هذه النقطة بالذات قرار الأمم المتحدة في 94 حينما قال لصالح نعم تدخل عدم لا تدخل عدم بالقوة العسكريين فضرب بهم عبد الحاة ودخل وتعاملوا معه بجيب وطاقة ولاحظي أسيا كان العالم ضده وضد الشرعية وكان بعض الدول المحيط مش معهم يعني دول ومضى الرهان هو قوتك اليوم على الميدان الأمور جيدة وممتازة قوات الشرعية والمقاومة الشعبية تسطر أروع ملاحم التضحية من أجل مش من أجل العدوان ولا من أجل الاستقواء على أحد من أجل استعادة الدولة ويرد الاعتبار للدولة وللثورة ما يجري الآن هو أن الرئيس هذه له ضرورات السلطة السياسية لها ضروراتها ولكن المقاومين والمناضلين لديهم واجبات وبالتالي ما بين الضرورات والواجبات فرق كبير أنت التزم بواجباتك ودع أصحاب الضرورات ضروراتهم إذن يعني على حديثك عن المقاومة وعن ما حققوه في الميدان ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبدالله الأشرف الناطق باسم المقاومة الشعبية من محافظة الجو مساء الخير أستاذ عبدالله أهلا بكم أستاذ عبدالله حدثنا أستاذ عن أهمية مديرية الغيل وقبلها أيضا سروحة إن تكون أهمية هذه المديرية بعد أن نالتها المقاومة سلام رحمن الرحيم بداية حياتكم وحياتكم القريمة ويوفر الكرام مديرية الغيل هي مديرية لها عمض استراتيجي كبير لها رهان نصيري من قبل الحوثي لما لها من سلح وعلابها تراث مقدس سلالي هاشمي يسوفر عليها الحوثيون منذ أكثر من 10 إلى 15 عام عدهها ثلاثانة عشكرية ونشر فكرها العبائدي الإسرائي الإيراني هذه المديرية في صدوطها سيتم إن شاء الله صدوطها في كل الأماكن وسيتم تحرير كل المناطب بالله التي لجأت احتفظها نعم أستاذ عبد الله يعني بعد تحرير المديرية الغيل هناك أخبار تتحدث عن تحرير ربما 80% من منطقة المصلوب ما صحة هذه الأخبار وأين وصل الجيش والمقاومة؟ نعم بالنسبة للمصلوب هي المديرية التي تدع غرب هذه المديرية الغيل وقد تم تحريض أكثر من 80% منها ولم يتبقى إلا طرية ملاحة وكذلك النعمانية وتحرير عن المضاومة الذي هو المركز النعمانية بالنسبة للمديرية الملاحة لا يأتي منها أي مضاومة أو ردود من قبل الميليشيات الجيش المضاومة الآن سيتجهون إلى تحرير معستر النعمانية قرب المصلوب ومن ثم استثمات تحرير مديرية المتونك نعم ما الذي سيتي بعد المصروب؟ هل أنتم ماضون في التحرير قدما أستاذ عبد الله حتى لو عادت المشاورات؟ لا يوجد لدينا أي مشاورات مع الفتيين ونعلم أن هذه مجرد إنجاز أو إعطاء خرص بهذه الميليشيات الميليشيات لا تعترف بهدن أو حوارات وإنما تتخذ غرفة لترتيب أوراق هذا نعم إذن شكرا جزيلا لك عبد الله الأشوف الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية كنت معنا من محافظة الجوف عود إليك أستاذ سعيد يعني هناك تقدم بالحمود وهناك أيضا إسرار على الاستمرار حتى لو عادت المشاورات هل يمكن؟ يعني ربما كنا متحمسين بهذا الشكل أيام نهم ولكن بدأت المشاورات وتواصلنا مع الشباب هناك وقالوا لنا جاءتنا أوامر أن نتوقف هل يمكن أن يعاد السيناريو بنفس الأخطاء؟ يعني إذا استحضرنا حقيقة من الرئيس إلى أصغر مواطن هناك دولة اختطفت وهناك شرعية انتهكت وهناك قرار دولي صدر لاستعادة وتصويب المسار كل شيء يجب أن يعاد إلى مكانه كل المشاورات يجب أن تنصب لهذا الأمر ليس هناك لا المجتمع الدولي ولا غير المجتمع الدولي يفرض شيء غلط بمعنى أنه اللي يحدث الآن حتى لو جرت مشاورات حتى لو جرت هدنة 72 ساعة هذا مسار يقوم به السياسيون لكن مادام الميليشيا تحمل السلاح ومادامة المدن المحاصرة ومادامة الدولة المختطفة فمن حق الشعوب أن تدافع عن نفسها وتستعيد دولتها بعد ذلك بالتأكيد الدولة لديها ضرورات كما قلنا الضرورات هي أن تلتزم من المجتمع الدولي بتنفيذها هي بالتأكيد ستوجه قيادتها أو أفرادها العسكريين بالالتزام لا عتب في هذا لكن هل هذا يسقط حقيقة أن دولة مختطفة ونظام سقط بيد ميليشيا؟ لا يسقط وبالتالي الرهان هو على المقاومة الشعبية وعلى الأحرار في المناطق التي سقطت بيد الميليشيا لأن يستعيد ويعيد هذه القطع المخطوفة إلى مكانها الطبيعي حفاظا على هوية اسمها الهوية الوطنية اليمنية اعتزازا للذاتية اليمنية مراعاة لتاريخ وعظمة الإنسان اليمني الذي أسس أول الدول في التاريخ البشري قبل كثير من الشعوب هذا هو الرهان أعتقد أن الرئيس عبد الربو منصور هادي وحكومته لا يمكن أن يتجاوزوا ما أتفق عليه مع الشعب وهو تنفيذ القرار والمرجعية الأساسية وبالتالي ليس هناك ما سيعطيه هادي أعتقد أكثر مما أعطاه في الموضوع نعم إذن أستاذ سايد دعني أستغل وجودك كم معنى كونك أول نقابة الصحفين الليمنيين بالحديث عن الصحافة في عهد الميليشيا ربما التحركات الأخيرة في الفعالية المصاحبة لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورة 33 هل تعتقد أنه أثر على المستوى الإعلامي وسيكون له أثر في المستقبل في الضغط على الميليشيا على الأقل إثراج عن المقتطفي للكفة عن التعذيب يعني توقف عن الممارسة التي تقوم يعني يا سيا هذا سيسهم إلى حد ما أنا دائما أقول الميليشيا لا يخضعها إلا قوة السلاح غير ذلك مجرد عامل مساعد ما يجري على المحافل الدولية أصلا هذه الميليشيا لا تعرف المجتمع الدولي ولا تحترمه هي مجرد مخلب لدولة أخرى اسمها طهران أو إيران ولكنها تهتم بالدلل وجودها القوي في هذه المحافلة الدولية عندها حضور عبر أدوات عبر أدوات نعم عبر أدواتها وكذا لكن لا تراعي في الداخل لا تراعي شيء اليوم أسيا ليس هناك إعلام ولا في صحافة داخل صنعاء لأول مرة في التاريخ الصحافة مش موجودة داخل صنعاء القنوات مغلقة المراسلون لا يعملون داخل صنعاء كل شيء ستار حديدي داخل عاصمة المسيطر عليه العاصمة لذلك الحرية تذكرني للثلاثينات والأربعينات أيام الإمامة ليس هناك شيء اسمه مكونات دولة لا موازنات صارت اليوم البنك الدولي خلاص انتهى الصحافة والإعلام انتهت الحريات منعدمة المساجد مؤممة كل المنابر الرأي موقفة الصحفيون لدينا 12 صحفي أو أكثر في السجون لا أحد يتكلم عنهم الغريب طبعا تحركت نقاط الصحفيين عبر الاتحاد الدولي مشكورة في باريس وغيره وعملت فعالية كبيرة وكان لزملائنا الموجودين هناك دور عظيم فيه لكن هذا للأسف إلى الآن لم يحرك ساكنا الأمم المتحدة خاصة الممتحدة لو أن صحفيا واحدا أسر في إحدى الدول الأخرى لقلب المساجدين لكن احنا في اليمن لأن هذه الميليشيا مثلها هي أحد أدوات الترتيبات في المنطقة كما يبدو تراعى دوليا لذلك لا يغضبون منها إذا انتهكوا الحريات إلى الآن في تقييم للمراسل بلا حدود أن الحوثيون هم والداعشيون متقاربون المرتبة الأولى وذلك المرتبة الثانية ربما يتطورون في هذا العالم لكن يأتون مرتبة الأولى في تسابق بينهم الاثنان في النسبة للصحافة عندهم عدائية شديدة كل من عارضهم كل من عارضهم ومنتم وكل القنوات اليوم مصادرة مكاتبكم ومكاتب كثير من القنوات في صنعاء لذلك لدينا صحفيين الآن تحت الاختطار لا نعرف وضعهم يتعرضون لتعذيب بشع ناشدنا المجتمع الدولي حركنا فعاليات كبيرة لم نجد أي تفاعل ناقشنا في مؤتمر عمان كنا في مؤتمر عمان حول وضع الصحفيين زملاءنا وشركاءنا في التحاد الدولي قالوا حين نرسل فريق لصنعاء قلنا لهم إذا بترسل صنعاء من شان بس الحوثيين بيستغلوها إعلاميا ما بدنا إياه نريد إذا كان هناك اتفاق لكم أنتم ستسلموا الصحفيين ستخرجوهم نحن موافقين أما أنه مجرد مظاهر ويستثمرها الحوثيون على أنه في حرية هذا غير مقبول على كل حال وضع الصحافة وضع بائس جدا لم تشهد الصحافة بهذه الكارثة التي تعينها لم يشهدها إلا يعني منذ 68 إلى اليوم لم تعرف الصحافة هذه النكسة أو هذه النكبة الكبيرة التي يعاني زملاءنا كل زملاءنا مطاردين كل زملاءنا مشردين اليوم في كل الأقطار أو مختبئين أو بعضهم في اللائحة السوداء ومتهمون أيضا في نهاية الأمر بالعمل والارتزاق إذن شكرا جزيلا لك أستاذ الساعة الثابت وكل أول نقابة الصحفي اليمنين كنت معنا في هذا المساء اليمنى الشكر أيضا لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لذل ألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر